لحظات مستر مارسل كولر عشان يحفظ على الحمل التدريبي زي ما فهمنا محمد كمفترض انه في برنامج للأحمال بيبقى محطوط فبالتالي النهاردة هيستبدل المباراة اللي انسحب فيها نادي الزمالك بمباراة بين العادة النادي الاهلي بنفس طريقة او اسطوب خود المباراة الرسمية وبالتالي جزء من برنامج التحضير ان شاء الله لمطش فرقه هرجع بس من كلامي اللي قلته لمحمد فكرة طول الموسم بالنسبة لأهلي اعتقد مجهدة اه من حيث الاجهات حقيقي يعني فكرة انك انت تكون لعب عشرة او اتناشر مطش زيادة عن كل الفرق اللي جنب منك في السيزن فكرة انك انت في كل المباراة بتلعبها بتلعبها على انها مباراة كقوس يعني في الدوري مثلا في فرق بتلعب على مدار السيزن 34 مباراة لكن بالنسبة لهم في 30 مباراة منهم بيلعبوهم عادي يعني لو كسب 4-5 مطشات في السيزن تمام جدا ما فيش مشكلة لكن انت بتلعب في الاهلي كل المطشات في كل البطولات بهدف واحد هو المكسب اي نتيجة المكسب يا بالنسبة لك خسارة مش بس كده انت كمان بالنسبة لك اضعف بطولتين بتشارك فيهم اضعف بطولتين بتشارك فيهم هم الدوري المحلي والكاس المصري كاس مصري على مستعنات التنفسة يعني مين بين نفسك هنا في مصر ممكن تقول لي بيرامدز قريب مني شوية في الدوري اه كل سنة قريب مني في الدوري الزمالك يعني منافس تقليدي منافس تاريخي منافس تاريخي لكن في منافسة تانية مفيش منافسة تانية في مصر لكن تعالي بقى روح على مستوى كاس العالم انت كل سنة بتنافس كل سنة بلك خمس سنين بتلعب مع ابطال قراط بعبت في الخمس سنين دول بس حزبة 15-16 مطش منهم ثلاثة السنة دي تحت جدة ورواراتز وفلومينينزي دوري افريقي لعبت دوري ابطال افريقي اللي هم مع تاولة القرى كل بقى الكبار في القرى وداد لعبت سانداونز لعبت رجاء لعبت ترجي لعبت مازينبي كونغولي لعبت يانج افريكان سينبا لعبت يعني كل اكبر بكلمك على مستوى التنفسية في المطشاط اللي بياخدها النادي الاهلي مطشاط صعبة والخصمة او المنافس فيها مستوى ايه مقارنة بالفرق المصرية انت واخد بالك معايا القصة ماشية ازاي فما بشيلش هم ما بشيلش هم الموسم المحلي اوي لكن بشيل هم جدا 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 وبفكر وكان الله في عون مارس الكولر يعني هو المسئول الاول طبعا مجلس دارة النادي الاهلي في النهاية طبعا هو اللي شايل مسئولية الكبيرة لكن لما تيجي تتكلم على جهاز الكورة وما تيجي تتكلم على مدير فني وهو لعيبة بتدفع الفاتورة يعني اللعيبة بتدفع الفاتورة لما بمستوى بينزل في مطش ولا مطشين ولا يبقى مش موفق في كرة ولا في كورتين خد عندك حدس بيرحم حدس بيرحم بالتالي تعالى بص الموسم هيخلص في نص ثمانية وكلمني عن موسم هيبدأ في اول تسعة او نص تسعة اللي جاي هيلعب فيه الاهلي نفس البطولات بتاعت السنة دي نفس البطولات بتاعت السنة دي هيزيد عليهم بس بطولة الانتركنتينتل يعني كاس العالم هيروح بقى يبقى شكله كاس العالم زي كاس العالم الكبير بس باتنين وثلاثين فريق والقارات اللي احنا بنلعبه ده في اسبوع مجمع هيبقى على مرحلة ممتدة لمدة شهر تقريبا وفي ملاعب مختلفة مش في دولة واحدة فقصة والحكاية ورواية السنة الجاية محدش واخد باله ومحدش تفرق معاه يعني احنا كله يقولك انا مالي يا جماعة الاهلي بمثل مصر الاهلي بمثل افريقي الاهلي مش قصتنا على كل احوال خلينينا نروح لفاصل نستقبل بعده النجم الكبير كابتن شريف عدد منع نضيفنا فيه السادسة النهاردة ونفتح معاك وقل الملف